هذا جزء من منظومة إدارة أحداث الحياة وتحريك حركة التأريخ جزء من الوجه الخفي في الوقائع والأحداث وهذا ينطبق على إمام زماننا أيضا في الأحداث الجارية وفي الوقائع التي تتحقق على الأرض في شرق الأرض أو في غربها مثل ما قال الله لموسى أنا الذي أخرت الصنم أنا الذي أخرت أنا الذي صنعت الخوار فيه لأنهم يستحقون ذلك هكذا تجري الأحداث والوقائع حينما يسأل سائل أين إمام زماننا من الطوسي الذي أضلنا إمام زماننا لن يتدخل في الموضوع وإذا أراد أن يتدخل فإنه سيتدخل عبر هذه القوانين الأمر راجع إلينا ولذا أقول للذين عرفوا الحقيقة أدركوا أنفسكم إذا أدركتم أنفسكم بأنفسكم فإن الطاف الإمامي ستكون واصلة إليكم